في إطار توجيهات اللجلة التنسيقية برأسة سمو ولي العهل لتطوير إجراءات توثيق ومتابعة لتنفيذ متطلبات تفعيل التعديلات التي أجريت على قانون التوثيق مؤخرا لضمان تحقيق نقلة نوعية في تطوير الإجراءات وتعزيز المزايا الاستثمارية لمملكة البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفجة حفظه الله ورعاه تم استكمال البرنامج المقرر لترخيص مزاولة أعمال الموثق الخاص حيث استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي الخليفة سبعة عشر قانونيا ومحاميا ممن اجتازوا البرنامج في نسخته الأولى وأشاد معالي وزير العدل بما تتمتع به البحرين من كفاءات وخبرات قانونية عالية معربا عن ثقته بمستوى البرنامج وقدرته على تمكين الكوادر المختصة لإثبات كفاءتهم في القيام بمهام التوثيق الخاص الذي تم فتح المجال من خلال مرسوم بقانون صادر عن عاهل البلاد المفدة بشأن التوثيق والذي يسمح بإسناد كل أو بعض مهام كاتب العدل لأشخاص ومكاتب في القطاع الخاص ممن تتوفر فيهم شروط كاتب العدل التي حددها القانون وأشاد معاليه بدعم الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء في إنجاح هذه الخطوة الهادفة لتطوير الإجراءات العدلية كما ثمن الأهمية التي أولها سمو ولي العهد لدعم تفعيل وتنفيذ التعديل الذي أقرته السلطة التشريعية مؤخرا والذي من شأنه تطوير إجراءات التوثيق بما يحقق نقلة في تعزيز فعالية هذه الإجراءات وتوفير الوقت على المراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات مما يسهم في تطوير مزايا البيئة الاستثمارية وانطلاق مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية ضمن أهداف متطلبات رؤية البحرين الاقتصادية 2030